فهناك حاضنة حسينية هي هذه التي تتحدث عنها زيارة الأربعين من أن الحسين استنقذ العبادة المخلصين من حيرة الجهالة والضلالة أولئك الذين سيولدون في هذه الحاضنة المقدسة في الحاضنة الحسينية هل نحن جزء من هذه الحاضنة أم أن الحاضنة في مكان بعيد عنا ونحن الذين ندعي أننا خدام الحسين فإننا نقوم بخدمتنا في مكان آخر في حاضنة أنشأتها لنا سقيفة بني نجاف ويبدو أن الحقيقة هي هذه فإننا نخدم في حاضنة وسخة قذرة الحاضنة التي أنشأتها لنا سقيفة بني نجاف بني مرجعية وإلا فكل الخطباء وكل الشعراء وكل الرواديد يرددون من أن الأمة قد صلح حالها بعد مقتل الحسين وكل ذلك يخالف بدرجة مئة بالمئة ما قاله أمير المؤمنين قبل مقتل الحسين وما يظهر من كلمات سيد الشهداء نفسه في يوم الطفوف وما جاءت به أحاديث العترة الطاهرة وزياراتهم وأدعيتهم لا أريد أن أقف كثيرا عند هذه النقطة فالحسين في حركته ضمن البرنامج التأويل في مرحلة التأويل أكمل ما شرع به الأمير والمشتبى صلوات الله عليهما من صناعة مقدمات لمشروع عاشراء ونفذ المشروع بنفسه وعلى نفسه صلوات الله وسلامه عليه اشتركوا في القناة